تحت شعار مون البيتك وبيت في غزة افتتح وزير الزراعة خاد لحنفات مندوبا عن جلالة الملك مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية في دورته الثالثة والعشرين التي غابت عنها هذا العام كافة مظاهر الاحتفال والفن والثقافة التي اقترنت بالمهرجان في نسخه السابقة تضامنا مع الاهل في فلسطين دورة المهرجان هذا العام التي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل تتميز بمشاركة نحو ثمانمائة عارض وعارضة من أسر وجمعيات تعاونية ومعاصر زيتون وخلال الافتتاح جرى الاعلان عن تبرع مجلس الأعيان من صندوق التكافل مبلغ عشرين ألف دينار قدمها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لشراء مونة من منتجات المرأة الريفية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية دعما لقطاع غزة هذا المهرجان الزيتون هو شكل رافع اقتصادية للتنمية الريفية وتمكين المرأة هو دعم لسيدات في المحافظات والبوادي والمخيمات نتحدث عن مخرج للاشكاليات المتعلقة بالفقر والبطالة نأمل أن هذا المهرجان يعمل على تسويق الزيت المعتمد والمضمون لدينا الأجزاء والمعدات والخبراء الذين يكفلون ويضمنون كل قطرة الزيت تدخل لهذا المهرجان العام القادم نأمل أن يكون هناك مهرجان في المعرض الدائم للمتجات الريفية والذي تم إنجاز نسبة 70% منه في عمان وآخر في إربد بنفس النسبة للإنجاز وهذا سيشكل رافع ان شاء الله لاقتصاد الريف والبادية موسيقى